بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور ووصلنا عند قوله رحمه الله وأخرج الأزرق يوعن بن عباس رضي الله عنه ما قال حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى أجبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق ووادي عرفة وأخرج أبو داود وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل من المنحر وكل المزدلفة موقف وكل في جاج مكة طريق ومنحر وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف وأخرج أحمد عن جو جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل جمع موقف وارفعوا عن محسد وكل في جاج مكة منحر وكل أيام التشريق ربح وأخرج أبو داود والتلمذي واللخض له وصحها وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وها وهو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده إلى هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السفينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسن والنسائي وابن ماجة والحاكم وصحها عن يزيد بن شيبان قال أتان ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف فقال إني رسول رسول الله إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبر قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا ثم أردف الفضل بن العباس فقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبر فعليكم بالسكينة قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا وأخرج المخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبر فأشار بسوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع وأخرج الحاكم وصحها وأخرج الحاكم وصحها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كان بدء الإعاض من أهل البادية والإيضاع هنا إذا حمل بعيره على سرعة السير إنما كان بدء الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا العقاب والعصية فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت الناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ظفري ناقته لا يمس الأرض حاركها وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة وأخرج البخاري ومسلمون وأبو داود والنسائي أيها ابن ماجة عن أسامة ابن زيدا رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير حين أفاض من عرفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات قال كان يثير العنق كان يثير العنق فإذا وجد فجوة النص وأخرج ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس فأقبل يكبر الله ويهلله ويعظمه ويمجده حتى انتهى إلى المزدلفة والعنق والنص نوعان من إسراع السير وفي العنق نوع من الرفق كما جاء في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفاته وهو يقول إليك تعد قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف وسعيد بن بنصور عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دفع من عرفة قال إليك تعد قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها وأخرج عبد الرزاق عن عبد الملك ابن أبي بكر قال رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا سلمة بن سفيان واقفين على طرف بطن عرنة فوقفت معهما فلما دفع الإمام دفعا وقالا إليك تعد قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها يكثران من ذلك وزعم أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا دفع وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رجف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى ميناء فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وأخرج مسلم عن إسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلة ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضى ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء وأخرج الإمام المسلم وأبو داود والثلمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام فأخرج وكيع وسفيان وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جليل وابن أبي حاتم والأزرقي في تاريخ مكة والبياقي في سننه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي الرواحن بالمزدلفة قال هذا المشعر الحرام وأخرج عبد الرزاقي وعبد بن حميد وابن جليل وابن أبي حاتم والحاكم وصحها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المشعر الحرام مزدلفة كلها وأخرج عبد الرزاقي وعبد بن حميد وابن جليل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الناس يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء كل ما هوا هنا كل ما ها هنا مشعر وأخرج سعيد بن منصور وابن جليل وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال هو الجبل وما حوله وأخرج ابن جليل عن ابن عباس رضي الله عنهما مثلا وأخرج عبد بن حميد وابن جليل وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بين الجبلين الذين بجمع مشعر وأخرج وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال ما بين جبلي مزدلفة فهو المشعر الحرام وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن الأسود قال لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام وأخرج الإمام مالك وابن جليل عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر وأخرج الأزرقي والحاكم وصحها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات وأخرج الحاكم وصحها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر وأخرج الأزرقي عن ابن جريج قال قلت لعطائن أين المزدلفة قال المزدلفة إذا أفضيت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر وليس المأزمان مأزم عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهما قال قف بأيهما شئت وأحب إلي أن تقف دون قزح وأخرج الحاكم وصحها عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين وقف بعرفة هذا الموقف وكل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح هذا الموقف وكل المزدلفة موقف وأخرج ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف عند المشعل الحرام ويقف الناس ويدعون الله ويكبرونه ويهللونه ويمجدونه ويعظمون حتى يدفع إلى منا وأخرج الأزرقي عن محمد بن المنكذر رحمه الله تعالى قال أخبرني مر آبا بكر الصديق واقفا على قزح وأخرج الأزرقي عن نافع قال كان ابن عمر يقف بجمع كلما حج على قزح نفسه لا ينتهي حتى يتخلص عنه فيقف عليه مع الإمام كلما حج وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله عبد عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة فإذا قدموا فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج أبو داود الطيالسي والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتلمذي والنسائي وابن ماجة عن عمر بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب بجمع بعدما صلى الصبح وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقول أشرق سبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس وأخرج الأزرقي عن كليب الجهني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقد دفع من عرفة إلى جمع والنار توقض بالمزدلفة وهو يأمها حتى نزل قريبا منها وأخرج الأزرقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كوانت النار توقض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأخرج الأزرقي عن إسحاق بن عبد الله بن خارجة عن أبيه قال لما أبضى سليمان بن عبد الملك بن مروان من المأزمين نظر إلى النار التي على قزعة فقال لخارجة ابن زيد يا أبا زيد من أول من صنع هذه النار هابنا قال خارجة كانت في الجاهلية وضعتها قريش وكانت لا تخرج من الحرم إلى عرفة وتقول نحن أهل الله وكانت لا تخرج من الحرم إلى عرفة وتقول نحن أهل الله قال خارجة فأخبرني رجال من قومي أنهم رأوها في الجاهلية وكانوا يحجون منهم حسان بن ثابت في عدة من قومي قالوا كان قصي بن كلاب قد أوقد بالمزدلفة نارا حيث وقف بها حتى يراها من دفع من عرفة وأخرج الإمام البخاري واللغض له ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله بن مكة ثم قدمنا جمعا فصل الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صل الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطوع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمن لا فاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أقونه كان أسرع أم دفع عثمان فلم يزل ينبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر وأخرج الإمام الطبري والحاكم وفحها عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بميناء ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صل الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدرفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى يسفر ودفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود والتلمذي وصحها والنسائي وابن ماجا والحاكم وصحها عن عروة ابن مضرس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت جئتك من جبلي طيء وقد أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان ثم وقف هذا الموقف حتى يفيض الإمام وكان وقف قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا وأخرج الشافعي وأخرج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأتي البيت فليطف به ثبعا وليطف بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طفافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابلا فليحج إن استطاع وليهد بدنة فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأخرج الإمام مسلم والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبى حين أفاض من جمعه فقيل أعرابي هذا فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أنضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك قوله تعالى واذكروه كما هداكم اللهم اهدنا في من هديت وعليه من رجدانا يا رب العالمين أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن زبير رضي الله عنه ما في قوله واذكروه كما هداكم قال ليس هذا بعام هذا لأهل البلد كانوا يفيضون كانوا يفيضون من جمعه ويفيض سائر الناس من عرفاته فأبى الله تعالى لهم ذلك فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وأخرج عبد بن حميد عن سفيان رحمه الله وإن كنتم من قبله قال من قبل القرآن وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال لمن الجاهلين وأخرج الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وأخرج ابن أبي شيمة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته على البيداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويل فما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهلنا الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولذم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركنة فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتقل من مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين يقرأ فيهما يقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم قرأ من الباب إلى الصفاء فلما ذنى من الصفاء قرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله تعالى به فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطل واني حتى إذا صعن مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة أو مروتي مثل ما صنع على الصفاء حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية ولجعلتها عمرا فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرا فحل الناس كلهم مقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التربية ووجهوا إلى من أهل بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمن الظهر والعفر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمره فثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة فلما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرف ووجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن البادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم حروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطين فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا فضبوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر نكمل به حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الطويل آمين اللهم آمين إن شاء الله تعالى